نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قصرية من منازلهم دون تعوضهم بدعوة تطوير وتواصل المركز مع محافظة شمال سيناء التي نفت تلك الأنباء مشددة على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سوف يتم إزالتها لصالح المشروع قبل البدء في إخلاء المنطقة وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى أو الحصول على وحدة سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الرئيسة أو قطعة أرض بمساحة 120 مترا بمنطقة الرئيسة